مواصلين استضافاتنا وسعيدة جدا باستقبال مدام عطف مرسني وهي مديرة تظاهرة ملكة جمال الفنون القتالية فخامة وهيبة أهلا وسهلا صباح النور أهلا صديقتي الغاليا مرحبا بيك أنا فرحانة هونية لبحثكم مرحبا يعيشك دونك اليوم بش نحكيوا على ملكات جمال لكن في نوع آخر في نوع خاصة في بطلات تونس في بطلات إفريقيا في بطلات العالم في فنون القتال ورياضة الرياضات القتالية كما تعرف موني نجيتك قبل في ملك جمال عين سلطان للحرفيات والحرفيات فخامة وهيبة دونك ذكا ثاني تظاهرة عملنيها وتوى تظاهرة الثالثة إن شاء الله نهار السبت هذية في نوزل بتونس دونك بش نتوجو دي شمبيون في الليزار مخشو في الفنون القتالية اللي خذوا برشة بدليات اللي رفعوا درابوا تونس اللي قديم النشيد الرسمي متاعنا يعني تأثير كبير برشة لكن هل بنيات هذو ما اللي الأعمار متاحهم يتراوح ما بين لاني جعلنا الى عشرين سنة لا تتحدث عنهم لا تتحدث عنهم نحن نشاء الله نحن نتوجههم كريدة اعتبار نتوجههم كأتراف بلجميل الذين نورونا سمعت بلادنا وطلعوا راية تونسية الفوق كانوا يتشعرون الدنيا كانوا يتشعرون الدنيا يتشعرون الدنيا المغرب العربي. عاطف، هؤلاء ستة مشاركات. هل تعطينا الأسماء التي حمت بها؟ هؤلاء ستة شامبيونات. ستة ملكات. ملكات. لدينا أميل العرفيوي. الشامبيون ميديترانيين في الجيجيزو. نعم. ثم نعم. 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 إشراق لعقوبي champion international في القنقفو وعننا إميني العيوني champion d'Afrique في تايكواندو كيروغي أسامي أسامي ما نعفوه بالحق معني تسي فور أنا نحكي في حاجة مزينا بارشا وعننا رودين العسلي champion de Tunisie de Kempo en Kempo وعننا ميسا السيفي اللي هي champion d'Afrique champion du monde عن تايكواندو وعندها اكزاكتما جمعتين ميلي جيت من كوريا وجبتنا الميديدوغ ومحكي عليها حتى حد قدام يعني في المتار بوها جيها بوها اللي هي معنايتها جبتنا طلعتنا الرأي وجبتنا لقب ويخسار محكي عليها حتى حد وامتي كو ميسا خطرة تعرضت في البروفيت دونك قاعدين مبارفو تعرضت دربت في ساكا شاء الله لابيس عزيزتي وتحية لك وتحية لشامبيون لكم به هذي الاختيار تم على هذومة الستة بطالات بتبيعة باش شنو الهدف باي قبل الاختيار خطر احنا ستة بنايات لكن الستة بنايات هذوكم يمثلوا البنايات الاخريات يعني احنا ما عنيش ستة في تونس احنا عنا الاف في متنين لكن كيف هجيت الفكرة وعليش اخترنا هذة البنايات اولا الان الان نحب نشكر مادام ريم بوسيلمي هي الكواتش ومامتان شامبيون دي مان نحب نشكر مادام ايمين عمار اوسي كيف كيف هي شامبيون دي مان في الزر مارسيو ومامتان 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 يعني بعد عين سلطان ومامتان مادام ريم بوسيلمي كواتش ومامت معنا في الجامعية لذا قادت تحكيلي تحكيلي على حاجة اثرت فيها برشا التي جبتنا قدش من ميدالية وشامبيون دي مونت وفرنسا يعني فرنسا حب تطيها الجنسية الجنسية والتعالي رفضت وقالت 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 مادام إيمين رفضوا وقالوا ممكن لتأخذ جنسية أخرى بخلاف الجنسية التونسية لذلك اشتركوا لتعالي حرائر تونس ومنها انطلقت الفكرة قلت او كيريم هنا لتعالي ميس كومبا بريستيج إغراس جيو كبير مع ديمو فخامة وحيبة وملكات وفنون قتالية هذي الكل نحب ميساج نحب مبلغوه اللي راهو فمع بيت دي شامبيون اللي قاعدين يخدمو في خدمة تخيط نوبل اللي هذوما هالبنيات هذوما كما قلت لك صغيرات ما تقدم درابو يكفو ويحييوه وبكو ديمو عاليش ماستحقوش التتويش أخفام دي سبوغ أخرين اللي معناتها مينبا نوصلوا حتى معناتها ما ما نوصلوش البرشة حاجات معهم لكنهم ميخذين هم رياضات الفردية ديمة لكن قاعدة تتحسن بطبيعة خاصة العقلية وقت نشوفوا الشباب هذوما والبنيات هذوما وشبان كذلك قاعدين يقدموا على الرياضات هذه وخاصة يشرفوا تونس بشنخليل كلمة الختام مدام عطف بطبيعة شنو المساج تحب تتوجه بيه أولا أنا هنا قاعدة بحثيكم على الوطنية عندي عبيد يعني شنو عبيد سمحوني بطاة صعبة كلمة عبيد لكن عندي جنود الخفاية لقاعدة تخدم عندي ستاف متاعي أنا بحثيكم هوني هم قاعدين يحاضروا نحب نشكر كل من أمن بينا وبالجمعية خاطر جمعية كما قلت لك راهو عندها قلت لك عمارة عين سلطان تظاهرات وصلنا وعملنا بكو داكسيون دونك لعبيد اللي أمنت بينا لسپونسور سامحوني لنجمش نشكركم لكن على راسي وعيني ويعطيكم الصحة وربي خليكم لي واحد واحد فما حاجة أخرى نحب نواصل هذي معناتها من منبري أين هوني في الوطنية اللي رانا عنا برشا سپونسور في ميادين مختلفة وكل واحد أكتب تونسية يعني الكلنا مبعضنا ما فماش اكسكلوزي فيت ما فماش هذي كي يقول لك لا أنا ما نقدمش مع هذي الكلنا توقف مارا توقف ما تونس الكلنا يد واحدة ويا ربي إن شاء الله يكون مساج وصل يعطيك الصحة شكرا لك سيد عطف مرسني على حضرك معنا نورتنا وأنسنا وإن شاء الله بالتوفيق لتظاهر هذي اللي بش تصير نهار تسبت بتبع في تونس حلو برش المساج اللي قدمت والمحبة هذي خاصة لتونس شكرا لك عايشك شكرا لك عطف احنا مواصلنا فقرات برنامجنا وبعد حين بش كون عنا فقرة التغذية اليوم بش نحكي وزيد مع هلا ورتتان مختصة في التغذية على علاقة التغذية بالنظارة الوجه خاصة وعديد الاستضافات الأخرى في انتظاركم في سباحكم تونسي سيبون عسليما نتوارجعني لكم بش نوري المراحل متعلم بطن بش منفوتكم اش انواسر عملت لها تفيرا لولا بالمرقة عملتها لها دجا وحتيت السفنيريا تطيب لوطا بش نزيد شوية وبش نعود باقي نعمل معاكم تفيرا ثانية وهو في وسط الكس كيسر ومن غير ما نقل بالنواصر ونرجع نحط لها شوية سوس هون يفوتكم حتيت المبطن اللي هو راسل بروكلو قصيت المشامم متاعه كما هكا صغار شوية حتيتهم يتصمتوا وحتيت معاهم ثلاثة كعبات بطاطا مع شوية ملح شوية كركم سنين ثوم رند وبيبة متاع خبز بابة الخبز الدورة متاحة هوني تنحينا الغاز اللي موجود الغازات اللي موجودة في وسط البروكلو باشنبعد ما يقلقناش هذو ما المشامم قاعدتا باشنحطهم يستقطروا يلزمهم يستقطروا مليح المبطن ما يلزمش يكون فيه ماء على خاطر إذا كان فيه مارة ومش باش يتلم ومش باش يجينا أكل منظر الشباب اللي برشا يقول لك الكعبت المبطن ما حبتش تجيني وإلا متلمتش وإلا حتيتل على شابلور وشايو وعملتلها الفارينة ألوغ هوني يلزم تستقطر باش نعطيكم كيفاش باي هنا بعد ما صمتت هاو الرند وهو ما سنين الثوم البابة ديجا طياشتها على خاطر تتفتفت وشوية ملح ميزموش يتيب مسوس وميزموش يتيب ماصط على خاطر من بعد البروكلو يبدأ فيه قوية برشة وقوفات باي هوني خاليه برد شوية على خاطر من بعد باش نشد بالمشمومة هكا وباش نعصر لماكسيموم اللي نخرج الماء متاعو الكل باش نخاليه جوست برد شوية ومن بعد باش نرجعلو باش نعصروا مليحم 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 الماء متاعو وباش نعملو بغي هو والبطاطا مع بعضهم في نفس الوقت في شقالة هذية وحضرتو لهم انتخطون مغرفة كبيرة هريسة عربي مغرفة ثوم مفروم جيد على الاخر او مهرس انا هوني هرستو بالمهريس ومعا كمية من جبن مرحي هوني خطروا كذاب لفيه لجواجل وللحم ولحتى شاي حبيت نكثر شوية من الجبن باش يجي خفيف وعنا قطة مع دنوسة صغيرة ومعاها بصل سبقي مقصوص جيد بالكل هذو ما باش نذبالهم دوب ما يشموا شوية نار مغير لزيت لملح لفلفل اكحل حتى شاي جوستي تهد شوية المعد دوسة تنحكت جرميشا متاعو من بعد باش نحضروا مع الهريسة العربي والثوم والجبن مرحي والبوغي متاع البروكلو والبطاطا وباش نلم كل شي بعض امتين او ثلاثا كالعادة نقعد نطبع بالعظم دينا نحس ولا عندي انكوغوموجين اللي هي كعبة البروكلو اللي نجموا نعملوا مصطونا شوية او مدورة وما ننساوش ومستحيل يجي من غير خبز يابس ومهرس مش شابلور طيب فما فرق راهو الشابلور الطيب معناها اللي بعد ما نباشمطوه ونهرسوه هذكا راهو ما يشرب لناش المكونات السيلة في وسط المبطن ماذا بينا خبز يكون بيت ومشمس البر اللي نشاح بالكل من بعد يتهرس ويتتحنو يولي بودرة على الاخر وهو اللي باش نحطوه في وسط المبطن هوني طوا باش نوريكم النواسر كيفاش باش نعمللها باش نهز شوية من المرقة اللي هي هاي التكستور متاحها كي العادة الزيت يكون ما يزماش تكون ناقص زيت كيما مقرونا بصاصة باش ناخو هاكا هنا شوية من الصوس متاعنا هذي فين يمر واخر مرة لخطر الجيش فيسع ما يتيب جوزتي تيبرنا الحمص والسفنيرية النواسر متاعنا ديجا تكون طابت وجي قد تقد فرد وقت هي والعجينة في وسط الكسكيس من غير ما نقلبوها مفهماش عليش نقلبو فيها ديجا هايكا كل كعبة وحدها وما نسقطش في الجناب على خطر ديجا الكسكيس متاعنا مزيت نحرصو انه الكسكيس يكون مزيت وهوني باش نعاود رجحها تكمل تفور بالطريقة هذية شنحلوش ونرجعوا المنديلة المندية اللي إذا كان شيحت نعاودوا ننبلوها ونتعدى نذبل المعدنوس والبصل أسمع يعطيك الصحة يعطيك الصحة أيضا على الإزاستوس هذه اللي قدمتنا وبطبيعة بعد حين باش نعاودونا رجعولك في المبطن بتبدأ تقليفيه بطبيعة شكرا لك احنا مش بعيد برشة على أجواء الكوجينة باش نمشي ولفقرة التغذية إذن فقرة التغذية ومعنا مدام هيلة وردتاني وهي أخصائية في التغذية اليوم باش نحكي وعلى موضوع ينبرشة من الناس لحقيقة يهم الرجال كيف ننسي علاقة الأغذية بين نظارة الوجه خاصة الجلد متاعنا كيفش تكون نظرة كيفش احنا أكثر حاجة نهتموا بها الوجه خاصة واحنا في فصل الشتاء برشة يقول لك روجه متاعي الشايح البو متاعي الشايحة شو نعمل صباح النور شو نعملو أخير اللي يسترجوا فينا كل أي باش نحكيو باش نتناولو تأثير الغذاء انتاعنا على البشرة البشرة كيفما تأثر على المناعة وتأثر على البدن تأثر زيدة على البشرة كيما صيف كيما شتي كيما انت قدمت البو فما سيختين بو سانسيبل ولا حتى ما هم سانسيبل بالبرد هذي الاسبو نحسو أكثر يمكن هالا في الفشتاء أكثر البشرة تولي شايحة حتى في الصيف وعليش تولي شايحة على خاطر بخيمو فشتاء العباد تنسى بش تشرب لك ما تشربش بالكمية الكافية اللي هو علق ليلزم اترا ونص دونك العباد ما تحسش بالعطاش وفي الصيف على خاطر يلس اكسبوز للشمس دوكو معنت يشيحو شوية من الماذك عليش تحس روحك البشرة شايحة كسو سوى بشرة لدين ولا سقين ولا الوجه كيف كيف معنت مشاكل البشرة هي تهم كسو سوى ارجل وإننسي أول حاجة ببغافور هكا لكلان دو لابو ومتبدي الشايحة هكا ودرا كيفيش وتيغن وفوالا دوك أول حاجة ينزمنا تخي بيان يدغطي معا تخي بيان يدغطي ما ننسوش الماء ما ننسوش الماء بالكل حاجة أخرى الامتناع على التدخين والكحول على خاطر هما يضروا البشرة ديريكتما معتال البشرة بالتدخين وكل تنجم تكحال دوكو هذيك هو من الأوليات كيمة الماء كيمة الامتناع على هذو ومازوز عندك البشرة زيدة اللي تخار اللي تبدا تقول لك البشرة غراس البون اللي نموجودين في الفينوازري في الكروسان معناتها في الشاركوتري كيمة المرغيس كيمة سلامي كيمة جنبان كيمة الحمال علوش زيدة كيمة الحمال علوش زيدة ميبون الحمال علوش بتاتخو بيا كتنجم انتي تنحيلو كل واحدة ومرا في الجمعة مش بشي ذر بالكمية هذي فما شكوني يكل كل يو برا الحمال علوش اي ميبون فما واحدين اللي يفر في الشارع حتى اللي بتي قاتو هذوكما اللي هوما مكدودين بكل الزاسيد غرات خانس هذوكما مضرين يسر بالبشرة البشرة عليش خاتر طولي تعمل إفرازات ما تنفاجر على الغلاند سيباسي طولي تخرج السيبوم السيبوم هذيك هو اللي غسبنسابل لك الحبوب المقيحين ويبدأوا انفلاماتور ديكو يلزمنا بطلو نوعية الزيوت اللي نيخدوهم طولي زيوت بيانسور كرو اللي هوما زيت زيتونا مثالش ناجمو نيخدو عباد الشمس زيت عباد الشمس فما زيت كل ذا معتا كان هو في جماعة كل مرة نوع من الزيوت هذي ستخي بنيفيك فما الزيوت اللي موجودين في الحوت لزاسيد غرات إسانسيال كمال سردينة كمال رنجة كمال على نوعية الليلستيسيتي انتع البشرة والكلاء انتع البشرة عنها زيت المهم اللي هو لفيتامين ما ننسوهم اللي هما موجودين في الخضر والغلال بكيفية أنا كنت مجلسلك على الخضر فما شكون يقول يقول لك الخضر مثلا نتوى احنا في جتي توسكي ألوان الحمراء معناتها ستخي بنيفيك اي السفنير القرع الأحمر التماطر التماطر هل بالحق يعطي أنيك لا وانتي فييسمان للبشرة معتها البشرة مت متتهرتلش بسهولة معتها متترهلش فوالا عندك زيدة اللوز والنوازيت والجلجلين القلوب عباد الشمس قلوب القرع اللي فيهم دي فيتامين او فيهم وحدين دي كالسيوم مهمين يسر للبشرة والشعر ومتا وليهم قاشرينك القلوب بساعة نستعملوا فيهم حتى في الدبارة متاعنا حتى في سلاطة في الخبز ملتا في الخبز في القاتو معناتا وحدين نجل بقراء على شعر يسر معاكستي معنات هذي كالسيوم كالسيوم كل ما بعضو ناقص زيوت زيوت الخايبين بيانسور وارمم تبعد عليهم المي دي دي الوليغو الموهمين الموجودين ودي في الخضار والغيرل بيانسور لكولور التماتم الهي تري تتبدل كل أربع جماعات دوك احنا لانك بريود معناتها دو موان دو كل يوم تخسلط بالتماتم وتماتم مع زيت زيتونة عندها تأثير بهي يسر على الوجه نزيد التاي الاخضر اللي هو التنان اللي موجود في التاي الاخضر يخرج ديموليكول اللي هو بوليفينول اللي يجيس وقت الواحد يسيكسبوز للشمس شدك اللي غادي يقو ليبغ ويحافظ على البشرة والإلاستيسيتي والنظارة انتع البشرة معناتها هو اللي حفاظ عليها سيأل كمبلمان دو برش حاجات مابعض هم معناتها تغيير على طول مدة للنظام الغذي انتعنا ومغير منزيد وحتى شاي معناتها اللي موجود عنه سيخطوف خوي لجوم دو للا سيزان اللي فاهم كدبين كولور الغوج الفير كما الشو الكرم الكرم بلخذر الكرم بالفيولي مع تفهم بشرة أنواع انتع غلا وخطرة تحافظ لنا على البشرة انتعنا شكرا لك هلا يعطيك الصحة على المعلومات القايمة هذي اللي قدمت هن بتبع تكون حاضرة معنا أكيد ما خلال فقرة صحتك بينيديك وفقرة التغذية احنا دو باش نمشي لنغم بصوت نجا تعتيا ثم باش يكون معنا فقرة حديث الناس موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بارك الله فيهم الإطارات والإدارة بالمركز عاونونا ياسر وأعطونا الدعم ثم قدمنا مشروع آخر اللي هو مشروع الوزارة المرأة مشروع وطني عاو ذلك نهتم بمركز فقط أو مجموعة من المراكز كما عملنا الاحتفال الأخير في المهرجان الدولي الألعاب ورياضات تراثية نظمناه من 10 حتى 14 ديسمبر بمركز المسنين عملنا أولمبياد أولمبياد في الألعاب التراثية خاصة بالمسنين وقتنا نجحنا في الإطار هذير تجهنا الوزارة ووزارة المرأة ومشكورة ووزارة المرأة استجابت باش تقوموا معناتها بتأثير مجموعة من المناشطين داخل دور المسنين باش تكونوا أنتم حاضرين كذلك كجمعية معقول المشروع تشرف عليه الجمعية وانا نفسي نتسمى معناها رئيس المشروع نقود المشروع المشروع متكون من ثلاثة حاجات الحاجة الأولى هو تكوين الإطارات تكوين الإطارات في 12 مركز متع موسنين بتونس 12 مركز مرتبتين بـ 12 ولاية باش نكونوا واحدة متنقلة اللي فيها الإطارات اللي تكون وكذلك الأدوات والكل التنشيطية وبعد ما نكونوهم نعملو نعملو أنشطة حصص تطبيقية لفائدة المسنين في كل مركز في كل مركز بكل ولاية ثم المرحلة الأخيرة نجمعوهم 12 مراكز هذوما في احتفال ونعملو الأولمبياد إن شاء الله لفائدة المسنين هذوما كيفاش شفت قبل يمكن الشباب خاطرة زادة فما شفنا حتى في الصور بعض الشباب اللي يقبل على هالرياضات هذية لي يمكنوا نقولوا بين قوسين منسية شوية هي منسية لكن قاعدة تنقراض زادة ما ننسيهش هو الانقراض متاحة تتفقد طبيعي الحال يعني ثم تطور معماري وتطور تكنولوجي هو اللي قاعدة يقضي وضعف أو نقص الوجود نجم نقول للعائلة لتأثير الأطفال ونقص الزمن زمن الراحة زمن يعني هذي كل واجعل الألعاب هذية تنقراض احنا نظم مشاريع كبير في مستوى الشباب والطفولة يعني اقبالها من عندي دو فيديو اذا زوز تزييات اللي شوفنا على الشاشة بالطبيعة احنا وهي هذي كانت مصافحة أولى نختم معاك مدام عايدة شنو المساج اللي تحب تقدم شنية الرسالة اللي تحب تواجهها خاصة وانتي تحكي على موضوع مهم برشا على الناس المتقدمين في السن خاصة لداخل السجون ويعطيك ألف صحة معناتها كجم انتم كالجمعية وكذلك مبادرة حلوة برشا والله انا عندي زوز رسائل رسالة الاولى كمربيا نحب الاولياء وندائي لكافة الاولياء يحسوا اولادهم بقيمة العمل التطوعي بقيمة العمل الميداني وبقيمة المسن المسن اللي هو يقذي معناها احنا نمشي وزاد الدار المسنين يعني والله العظيم اشياء يندى لها الجبين يعني الطفل يخليوا يعني اولياءهم باهم وامهاتهم في دار المسنين باهم للضرورة القصوى انا نوافق هذه واحدة الثاني حاجة لذوي القروب الرحيمة مذبية راه برنامج كبير راه برنامج يتطلب يعني ميديات كبيرة اللي يحب يساعدنا مرحبا بيه واحنا نبلغوا العمل انتاعنا نبلغوا صوت نا للوزارات المختصة الوزارة الاجتماعية الوزارات يعني احنا نوعدوكم باش نقوموا بالعمل هذية يعني بما يرضي ضمينا نحب نختم بقوله تعالى فمن عمل مثقالة ذرة خيرا يراه ومن عمل مثقالة ذرة شرا يراه نعم شكرا شكرا لك مدام عيدا حسان كذلك دكتور عزدين شكرا لك على حضوركم معنا بالتوفيق شكرا لكم الزوز وشكرا على هذه المبادرات الجميلة وتحية لكم وتحية لكل من يشتغل في مجال المجال هذية والمجتمع المدني بتبعا لنعملوا عليه ونعاولوا عليه برشا من أجل تحسين بلادنا احنا دا وبش نمشي ولينا غام بصوت مل حمزين ثم نواسط بقيت استضافتنا